السلام عليكم ورحبا بكم فيديو جديد معكم هند من اسطنبول نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير فيديو اليوم خاص بفاساتين العروس وايضا السهرات غادي نعطيكم اشهر اربعة مناطق اللي خاص بفاساتين الاعراس ممكن لكم تمشيوا لها في اسطنبول وغادي ندير معكم جولة في واحدة من المناطق هنعطيكم شوية فكرة على الاسعار الحالية وكذلك غادي ندوره ماشي فقط في المحلات ديال الفاساتين انما غادي ندوره نوريكم الازيقاء اللي كي بيعوا فات الملابس العادية ملابس المحجبات اللي كيكونوا فيها اسعار خيصة خليكم معي في الفيديو على بركة الله اول منطقة هي المنطقة العمرانية بالجهة الاسيوية من اسطنبول كتاخدوا الميترو حسن المحطة ديال العمرانية سبق لي ودرت لكم فيديو على الطريق الوصول اليه هنا يا كيف كيحتكم الميترو هاد الشريع كامل في بزاف ديال المحلات اللي كتبيع الملابس ديال المحجبات وايضا الملابس ديال الاعراس والفساتين ديال السهارات فيهم اختيارات كتيرة والاسعار ديالهم مناسبة كنصحكم بشدة انكم تمشيوا للعمرانية المنطقة التانية غانية على التعريف منطقة الفاتح بالقسم الاوروبي من اسطنبول منطقة اللي معروفة بزاف وقريبة على المناطق السياحية هاد الشريع بالضبط اسمته فوزي باشا معروف بزاف بالملابس ديال المحجبات يعني الجودة مزيانة فيه وكان ماركات اللي معروفة وايضا كانين ملابس ديال الصهرة والفساتين ديال الاعراس غير هو ماشي ارخص مكان المنطقة الثالثة هي كتواجد بشيشلي وبالضبط في اسمان بي سبق ليصورتها لكم ايضا قريبة من على تقسيم يمكن لكم فقط تاخدوا ترامواي محطة واحدة في اسمان بي هنتم موسطى او لا يمكن لكم تمشيوا على الاقدام من تقسيم منطقة اللي هي راقية الملابس فيها فخمة فإلا كتقلبوا على اشياء جميلة مميزة فخمة كنصحكم تمشيوا المنطقة ديال اسمان بي زوينة بزاف وفيها بزاف ديال محلات من غير الفاساتين ديال الاعراس والصهرات ونجيوا دابا المنطقة الرابعة اللي هي المنطقة اللي غتكون فيها الجولة ديالنا وهي المنطقة ديال كاديكي في الجهة الاسيوية من اسطنبول كيف كتعرفوا بنسبة الكاديكي سبق لي صورت لكم فيه بزاف ديالفيديوهات وايضا صورت الفيديوهات ديالاكل الاخيرة في كاديكي اللي ما عارفينوش على كاديكي فيه واحد سوق كبير من غير الاسواق الأسبوعية أكيد اللي كنت سور لكم السوق اللي كيكون يوم الاثنين والجمعة فيه سوق اللي كيكون دائم كيف كتشوفو كتحتكم العبارة نيشان كتطلعوا مع الشارع اللي قبلت العبارة كيكون فيه واحد ترامواي اللي هو وقديم كيدوس كدياله من الوسط فحل هذاك اللي كان في تقصي وفي هذاك الطلعة اللي كتطلعوا مع الترامواي عاليمين ديالكم وعالشمال ديالكم كينين أذيقة اللي ممكن لكم تدخلوا معاها كينين محلات كتير بزاف اللي كتبيع أحدية كين سوق خاص فقط بالأحدية كين سوق خاص بالملابيس يعني يعطى الله ما تشوفو تمك مباشرة سن من بعد المسجد غدي تلقو تمك السوق اللي قلت لكم ديال الأحدية كينين المطاعم والمقاهي اللي كنقول لكم دائماً عليهم يعني وريتكم غير شوية منهم في الفيديوهات الأخيرة ديال كاديكاي فيمكن لكم دخلوا ما بين الأذيقة كينين محلات زوينة ونأسعار ديالهم يعني رخيصة حتى غتبقوا خارجين أولا تمشيوا فقط من الشارع أنا حاولت ندخلكم من الأذيقة باش تشوفو شوية وخاهد النهار كان يوم الجمعة وأغلبي تتمك المحلات يعني في الوقت ديال الجمعة كيكونوا قافلين على وديت الصلاة ديالك شي علاش ولكن عدا سن كتكون دنيا عامرة هنا غنخرجونيشان في شارع ديال موضة هو الشارع الموضة هو اللي وريتو لكم اللي في بزاف ديال كافيات غير كتطلعونيشان مع الشارع اللي كتجيو فيه العبارة حتى كتوصلوا عن الطور الكبير وكتضروع اليمين ديالكم هنا غنوريه لكم من الجهة الاخرى يمكن لكم الضروع اليمين ديالكم كما كتشوفو هذا هو موضة هات الشارع كيكون فيه ترامواي كيدوز من الوسط اخضر ديال حاليا كان احمرش حالا دي ديال بولا اخضر علي ياسار ديالكم غادي تلقاوا الطور اللي هو هادك الشارع الكبير لما بوتوش تدخلو الازيقات مشيو نيشان مع الشارع كي كتحتكم العبارة غادي تخرجو في هادك الطور الشهير اللي كين في الوسط اللي كيتصورو به الناس قبلت طاوك دونياسي المطعم اللي كن نسحكم دائما به هنا يارا قدامنا كيما كتشوفو كينين اسواق كتيرة وكينة واحد ازنيقة ايضا هاد ازنيقة اللي كنت صورت لكم فيها معروفة بزاف اسمتها تشيليك هي فراولة هاد تشيليك هادي منينسالي وجولة ديالنا ديال الملابس العروس غادي رجعولي باش نوريكم دعمال جديد فيه حيث انا كنعرف بزاف غادي يسولوني لا مفهمناش داك شارعش كنبغي نوضح باش ملقاش مشكل في التعاليق الشي الشارع اللي كيكون جاي فيه للعبارات هو هادا انا دخلت لكم قبيلة من الازيقة الى بوتو جيو غير من الشارع ركين بزاف ديال المحل اللي تعلية من على الشمال ديالكم وكان يحسسوا قديل الدهب على اليسار ديالكم من كلكم دخلوا ليه كتبقوا غادي نطالعين نيشان على اللي من ديالكم هو الشارع اللي كنا خرجنا ليه اسميته موضة وهنا هادا هو التور اللي قدامي يعني انتم ما ما تمشيوش هكا تمشيو الجيهة ديال التور كيف كتشوفو التور هادا ركي يجيو الناس بزاف كي ياخدوا صور معاه وقداموا في ذاك الباش الأصفر تمك فين كين هادا هو ذاك التراموين اللي قلت لكم مرة كل مرة كي يبدلوا لي اللون مرة أخضر مرة بنفساجي كيف كتشوفو هادا الشارع هادا اسمته تشيليك تشيليك يعني فراولة هادا هادا يعني هادا الزنقة هادي في هادا زاف ديال المحلات اللي كيبيعوا الملابس بأسعار أرخيصة أكسسوارات اللي شابو حتى الأكسسوارات ديال الهواتف كتلقاهم بزاف هنا الشعر المستعر أيضا اللي بيريك كنت صورتهم لكم والأسعار ديالهم يعني مناسبة وزوينة ديرين يعني أسعار مزيانة غير هو كيما قلت لكم مشيت في الوقت ديال الجامعة كنقرب يعني غادي يصليوا الجامعة فكانوا أغلبية المحلات كي اللي مشي يصلي كي اللي يساد موين ذاك شي علاش كان دنيا شوية خاوية فعادة يعني مورا في العشية كتكون دنيا هنا مكتدة وزديحة كيف كتشوفوه كيني الحقائب كيني بزاف ديال حاجة صارة في سبق اللي صورتوا لكم التشاريع في فيديو آخر يعني دخولت يعني كنت لكم على على الأسعار وذيك شي دابا غير ديس دوزة يعني خفيفة باش تشوفو غير نعود نذكركم بيه حيث كيني الناس اللي ما كيتفرجوش في الفيديوهات القديمة وتيقولوا لي يعفق قولنا كل بلاسة اشنو فيها اشنو ما فيهاش عيوض أنا نركز لكم على محالة ولا جوش فهكا نوريكم من بلايس فين يمكن لكم تقدوه فهنا فكا ديكاي إلا بغسو تمشي وتاكلو يعني فدوك الاماكين اللي كنتصورت لكم مؤخرا يمكن لكم أيضا تمشيو لهذا الزنيقة هادي ديتشي لك اللي زوينا فعني محلات اللي زوينا ودخلو الداخل وتشوفو ديرين أيضا ديرين تخفيضات كتيرة ناس بارك الله كتقدو كتشري يعني ديك شي زوين مختالف كين ديال محجبات غير محجبات كين الملابس أيضا داخلية البيجامات الحقائب يعني بزاف ديال الحاجات هو شارع ما طويلش بزاف ولكن تبارك الله فيه فيه تال ملابس ديال الرجال أيضا يعني ماشي غير فقط الملابس النسائية ففيه كل شي وكيمكن لكم لا مشيتو حتى للراس ديالو ومسلا ما بغتوش تعودو ترجعو حتى للتحت باش تاخدو العبارة يمكن لكم تمشيو تزيدو واحد شوي وغتتاخدو الميترو باس الميترو باس يمكن لكم تاخدو حتى الميجي ديك يتنزلو عن جواهر مول لك ساعة لبغتو تاخدو الميترو لتقسيم أو لراكين تمك يمجوش مهم هنا يراكين ميدار يعني كين بزاف ديال الأماكين كما كنقول لكم دائما الجهة الأسيوية كتكون دائما الأسعار ديالها أرخص من الجهة الأوروبية لأن الأسيوية شوي كتكون بعيدة وما كي قليل يعني السياح دابا مؤخرا ما عاديت الفيديوهات وهذا وليس كتعرفوا هاد المناطق معادة الناس ما كانوش كيوصلوا لهاد البلايس وما كيعرفوش يعني فقط فقط الأتراك أو المقيمين هنا يلي كيمشوا لهاد الأماكين داك شيريش كان سعر ديالها الخنس وباقي الحد الآن غير هو كما كنقول لكم حاليا دابرا الأسعار الزت فهنا اللور خرجت يعني من هذيك الصوء يعني تشيليك ومشيت على اليسار ديالي وخرش على الشارع كما كنقول لكم على اليمين ديالكم كليكم تاخدوا الميترو باس وهنا هاد الشارع معروف بزرق الفساسين ديال الأعرص وهذا و الشارع اللي جيين لي اسم الشارع صوت له كشاشمة أنا أكتبو لكم هو الاسم أصلا ديال الميترو باس يعني الحد الأخر دياله حد كينا الجيها الأخرى بيلي كدوزو وهاد جيها بيلي كدوزو من الجيها الأوروبية وكينا صوت له كشاشمة في الجيها الأسيوية وهي آخر حد وهد الشارع اللي فيه البيدل ديال العرسان سواء الراجل والمرأة وكينا الفساسين ديال الأعرص دائما كتقولوا لي علش ما كتصوريش علش ما كتمشيش تصوري فكن أقول لكم دائما خصوصا الفساسين ديال الأعرص ما كيخليوش أنك تصور يعني منوع تصوير دخلت للجوج ماشي دخلت لبزاف ديال المحلات ولكن ما حصدوه فكن ناخد لإيدي دياله ومعد بشكن صور هذا كيما كتشوفوا المحل الكبير سميته كاسا ولا كازا نطقوها كازا ويدين خاص بالأعرص في بزاف ديال الطوابق وفيه النساء ورجال فوخا طلعنا مع الأسف وحدة قلت لنا أوكي ماشي مشكي لن كلكم تصوروا والخورة قلت لنا لا حد كان يتي وحدين اللي كيتعصبها كالهما يعني من العرب ما علينا شموع مصولنا على أرخص يعني وحدة ابتداء يعني السعر قلت لنا هي هادي 35 ألف ليرة اللي هي تقريباً واحد للألف وخمسمائة دولار واحد للخمستاشل ألف درهم مليون ونص مليون ونص ابتداء من مليون ونص قلشي ألف واربعمائة أورو وكان أكيد كان اللي غالي أكتر سوف يخرش نديك المحل دخلت المحل الآخر ولما صورت لكم تدخلات دياله حيث ما قلش غادي يقول لي إن كنصور حتى فجأني فعلاً صورتوا وقلت لي واش ممكن لي نصور قللي آه أكيد خذي راحتك وكان تردد في الأول ومبعد قللي أوكي ماشي مشكي فدبا مرتاحة في حال دبا هاد الكسوة الأولى السعر ديالها تسعوضه سبعين ألف ليرة اللي هي تقريباً تلتالاف أورو أو تلتالاف ومئة أورو نقول شي ثلاثة المليون وثمانين الفريال نقول أربعة وثلاثين ألف درهم ولكن كيفشتو كانت تقيلة ووازنة وكانين رخاصين يعني كان يحتى عندهم تدير الحفالات عاديين بحال دبا هاد يشوفوا التمن ديالها واحد وعشرين ألف وثمانمائة وثلاثين تمانمائة وخمسين أورو تقريباً واحد لتسعالف وخمسمائة درهم مغربية مليون قل شي حاجة ولكن زوينة والحجيرات عو تاني بخدومين بزيان عندهم كسيوات صراحة زوينين ديال العاديين دباً المعروضين وديال العريصات أنا كنمريكم العاديين دباً الأسعار ديالهم هادي بألف دولار نيشا نقول لعشرين لف درهم مليون هادي اللي كتشوفوا فيها وهذا الزرقة تسعمائة أورو تا هي مليون قل شي حاجة تقريباً كان ننفت تجاه ما بين تسعالف درهم مليون مليون وشي حاجة ولكن نرى كلهم نبتين بالحجيرات والواقع ديالهم يعني أحسن من الكاميرا حيث كتقيتوا الخامة ديالهم والماتيريال شي حاجة زوين را كنقول لكم دائماً الكساوي ولا الحويج عادة هنا في تركيا را كين الرخاص على حسب الجودة وكين الغالي را نتمو الجهة ديالكم لو بغتوا شي حاجة مليح را كتخلصوا عليها التمن زيد را ما يضحكوش عليكم ويقولوا لكم كل شي رخيص هنا لا لو بغتي الجودة را كتزيدوا عليها كين الماركات هنا كيبيعوا الحويج جيل محجبات شي حاجة لي دعما تلبسيها وتفتخري أنك لابسها را الأسمينك يكونوا غالين أما الكسيوات اللي كيكونوا هكا سامبل سادة ما فيهمش الأحجار كلهم يعني عندما وحد ديطاي هكا في الخصر هادو السعر دياله مرخيص تقريباً واحد لألفين وثلتمية درهم ميتين وعشرة أورو هكاك وكين حتى هادو الكسيوات هادو الحمرين هادو هما تيديروهم بزاف في الحنة نهار الحنة كيلبسوا الحمر العريسات كيف كتشوفوا كيني بزاف ديال الموديلات والأسعار كتختلفة على حسب كل موديل على حسب الفصالة دياله على حسب يعني الخياطة كيفاش مخيط مهم هادو والاسم جيل المحل مراه كين بجنب هادك اللي صورت لكم قبيلة في نفس الصف نيت وتمكرا كيني بزاف ديال المحل يعني را ما كينش واحد ولا جوج وفي الشارع غدي تلقوا بزاف ديال في حل المراكز ديال تسوق صغار في حل القيصاريات نقدرون نقولو اللي كيكونوا هاكم جموعين فيهم بزاف ديال المحلات اللي كيبيعوا الفتاة ديال الأعراس اللي كيكونوا فيهم حتى الخياطة بنسبة لناس اللي كتبغي تخيط وحتى هاد المحلات في حل المحل اللي خلاني أنا ننصور صورتوني وش ممكن أنكم تاخدوا المقاس ديال شي وحدا وتخيطوا قال لي أكيد ممكن أنه يمكن لك فقط تعلميهم على تسا يعني تشوفي الموديل وتعطيهم المقاس أو ليأخذوا لكم المقاس وكيصوبوه في وقت واجز يعني ما كيتعطلوش وحتى في هاد القيصاريات هادور كتلقوا بزاف ديال ديال الخياطة يعني هي التارزي كتلقاها تمك خياط اللي كيصوب هاكا الملابيس سواء العروس أو للحفلة إلا باشي بالنسبة للناس اللي ما كيلقوش يعني لطي ديالهم أو للمقاس ديالهم يمكن لهم أنهم يفصلوا بكل أرياحية فهذا الشريع كامل تبارك الله رعامر بغيت نصور لكم أكثر وبغيت نصور لكم محلات كثيرة ولكن مع الأسف ما كيخليونيش نصور يعني كان نصور لهم ما كان بغيش نصور يعني بلال إيد نجالهم فما كيبغيوش ذاك شي علاش ما صورش لكم بلايس بزاف بغيس غير نعطيكم جواب على هاد فين يمكن نلقوا فستين الأعراس ها هوا مراكينين سواء ديال الوليدات الصغر أو ديال الكبار أرا كل شي موجود الفيديو خفيف دريف نتمنى أنه ينال إعجابكم بويت نجاوب على وحد السؤال اللي كنشوفه مؤخرا في التعليق أو أيضا في الرسائل في الإنستغرام بالنسبة للناس اللي جايين في العيد الأضحى وتيسولوا واش المحلات كيكونوا مقفلة أو لا كيسدوا في حال مغريب عشر أيام بخمسة عشر يوم مواري العيد إلا إحنا عندنا العطلة ديال العيد أربعة أيام فقط أربعة أيام اللي الناس كيقلسوا فيها ولكن مشيكوشي كيسد يعني مثلا المطاعم أغلبهم مفتاح مفتوح يعني قليل اللي كيكون هو شخص بغي يسد أما المطاعم سلسلات كبار يعني مطاعم كبيرة ما كيسدوش بالنسبة للمولات يوم العيد ربما كيحلوش في الصباح على حسب كل مول والتوقيت دياله لكن أغلب يتو ما كيحلوش في الصباح ديالأعيد كيحلوش تلاشية الأسواق الأسبوعية ما كيكونوش يوم العيد القران بازار السوق الميسري هذو كاملين ما كيكونوش في العيد نهار العيد نهار العيد فقط بعد المرات نهار العيد ونهار تاني عيد يومين أما يعني من أمور العيد ربما كينتاشي مشكل وكينن بعد المحلات والمتاحف وذي كتيرا كيكونوا مفتوحين يوم العيد ما كيش مشكل بالعكس كيكون اكتضاد على اليوم فذيك اليوم إنه كل شيء تبارك الله كيكونوا خارجين حيث كيكون عندنا المواصلات بالمجان في الفترة ديال العيد يعني ذي كان 4 أيام قاع الأيام العطل كيكون عندنا بالمجان كانش حال هذي حتى السياح فحالياً في العام ديال 2023 حبسوا هاد الخاصية ديال المجانية للمواصلات بالنسبة للسياح بقت فقط للمقيمين هنا يا في تركيا فده ما كان ما عندكم مناش تخافوا يعني النهار العيد اللي كيكون اغلبية المسدودين والكي من بعد را كيحلوا عادي ما كنتاش موش كي مشي في حالنا في المغرب كيبقوا سدين شحال وهنا في اسطنبول را ما عندناش لحق أصلاً يعني ندبحو في حال شكل ديال أوروبا يعني كي الأماكن اللي كاتمشي كاتعتاهم يدبحوا ليك ميمكن لكش تدبحين تياو إما كيكون عندك غارامة من غير الناس اللي كاتبغي تدبح كاتمشيت اغلبية دبهنة الجيران ديالي أصدقاء كي مشي ويصافروا بحال العروبيات ديالهم فين كيكون العائلات ديالهم تمك فين كي يدبحو تمك جائز لهم ولكن وصل المدينة في العمارات وذكشي في اسطنبول منو إلا دبحتي غارامة المهم هذا ما كانت من أكون جاوبتكم على السؤال ديالكم كنشكركم بزاة فعل تعليق ديالكم وكنشكركم أيضاً للتجاعات وكنقول لكم زيدوا شجعني أكتر باش نحط لكم فيديوهات أكتر وأكتر كنشكركم كل قلبي كن بليكم إلى فيديوهات أكتر السلام عليكم